موسيقى ربنا موجود بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين اليوم الثاني والعشرون من شهرك يهكي المبارك أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أباي وإخوتي أمين في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل غابريال المبشر وتكريس كنيسته في مدينة قيصرية بفلسطين وظهور العجائب بها وهو الملاك الذي أرسله الله ليبشر زكريا الكاهن بميلاد يوحن المعمدان كما أرسله ليبشر القديس العذراء مريم بحلول كلمة الله فيها لخلاص العالم ولذلك لقبته الكنيسة ملاك البشارة وهو أحد رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام الله يتشفعون كل حين في جنس البشر فلنعيد له عيدا روحانيا متوسلين إليه أن يشفع فينا أمام الله لينعم لنا بوفران خطيانا شفاعته المقدسة فلتكن معنا آمين وفيه أيضا من سنة عشرين للشهداء سلاثمائة وأربعة ميلادية استشهد القديس باخوم وضالو شام أخته وجسداهما موجودان بجوار جسد خالهما الأنباب ساد الأسقف الشهيد بديره على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا جنوب أخميم بركة صلواتهما فلتكن معنا آمين وفيه أيضا من سنة سلاثمائة واثنين وسلاسين للشهداء ستمائة وستة عشر ميلادية تنيح الأبو القديس أناستاسيوس السادس والثلاثون من بطاركة الكرازة المرقصية تعلم في مدرسة الإسكندرية ورسم قصا ازداد المؤمنون تقديرا له فأكرموه وأحبوه بصدق وكانت هذه المزايا خير تزكية لاختياره بطرياركا بعد نياحة البابا ديميانوس بعد رسامته اهتم بالكنيسة اهتماما كبيرا وبتعليم رعيته بنفسه وبكتبه وقد أقام على الكرسي البطرياركي اثنتين عشرة سنة كتب خلالها اثني عشر كتابا رتبها على الحروف الأبجدية القبطية ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام بركة صلواتي فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين ربنا موجود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة